أشهد وزير الداخلية محمود توفيق بالدور التنصيقي الفاعل الذي تطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس وذلك بهدف الارتقاء بالأداء الأمني وخلال لقائه أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أكد وزير الداخلية أن تطوير أوجه التعاون والتنصيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة وفي إطار ذلك ما توليه مصر وقيادة السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربية